ضيعنا نحن ممكن ثلاثة نقاط أو ستة نقاط نحن كنا بداية الموسم فايزين أربع أمبرات وربع عاضوا كنا نفكرنا ننافس السنة دي ضيعنا يمكن ستة نقاط مع التعاون مع النصر الحمد لله كانت رجعتنا من نادي كبير بوابة كبيرة اتحاد ثلاثة نقاط مهمة لنا عشرين نقطة للنافس على الصدارة وعلى الدولة إن شاء الله كل الفيصلي أكبر لعبة محقين بطولة عدفاه إن شاء الله أنه عندنا هدف السنة هذه إن شاء الله أننا ننافس ونحقق إن شاء الله طموحنا السنة هذه إن شاء الله أنه إذا ما حققنا الدوري نفسنا عليه المركز الرابع أو الثالث نشارك آسيا السنة الجاية كأس الملك الهدف كثيرة السنة دي زي ما أنت شايف مستوى الفيصلي اللهم ولكن الحمد من بداية الموسم فيه لعيب أكبار مدرب كبير إدارة واعية فالحمد لله زي ما أنت شاهد عشرين نقطة مو بسهلة خاصة سابعة جانب في الأندية كلها فإن شاء الله أن الفيصلي السنة هذه لها كلمة إن شاء الله إيه الحمد لله أوش هذا الستال خاد الغامدي هجومي دائما من سنين هو زاد أن العناصر اللي بالفريق تساعد لما يكون عندك عناصر تمشيك لما تطلع تغطيك لما تطلع تساعدك لما تدافع فالتعاون المتبادل بين المجموعة هو لنتج خاد الغامدي مسجلة لهذا الهداف وإن شاء الله أنها مستمرة غير الصناعة لدي كيباس كثير يعني بس ما الله حالفني بالصناعة لكن الهداف فيها إنقاط وهذا لهم طبعا الإنجاز أو النقاط ما تحسب الخالي تحسب المجموعة كاملة تقول يعني ولسه في تنافس على الهداف ناوي تنافس على الهداف والله قلتها مزحة ذيك اليوم وشكلها بتمشي السنة هذه فإن شاء الله أننا نقدم اللي علينا وإن شاء الله همشي الحركة هذه مرة ثانية تعجب ولد الفراج لأنني أعجبتها المرة الأولى إن شاء الله أنت تعجب المرة الثانية لا الواضحة هي بتي فيزيون يأتي كلاف يا حي يأتي كلاف